نعم مولانا إيه رأي حضرتك في الناس اللي بتتحيل على القانون أو بالأحرى خرق القانون يعني في سبيل علاق مصلحتهم الشخصية على مصلحة الدولة على سبيل المثال مثلا السوق السوداء وتجارة العملة اللي وصلت لبقيت مضربة مش تجارة يعني السوق السوداء يأتي في العملة وفي كل السلعة تقريبا ده بيدر بمصلحة الدولة واقتصاد الدولة والناس بتقول أنا ليه مصلحتي الشخصية أنا أقولها بالفرق فده جائز شارعاً ولا مش جائز ولا إيه لا من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منه فالشعور الجمعي ده أنه هو يهتم بالدولة ويهتم بالشعب ويهتم بإخوان ويهتم بالحلة الاقتصادية ولذلك نعم السلام جاه وقال المحتكر ملعون الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وإن كان قد تركها سوقاً مفتوحة لكن لغاية إيقاع الأدى بالآخرين فأصبح من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه